متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة والنهاردة هنتكلم عن موقع فيديو دوت كوم كلمنا عنه من قبل كل يوم في تحديثات جديدة على المواقع فلازم دايما تكون أبتو بيت وعارف أحدث شيء نزل على أي موقع أنت بتستخدمه خصوصا لو في خطة مجانية متميزة موقع النهاردة هو موقع أول ما بتسجل فيه بتاخد 80 نقطة حاول تستغلهم وتستفيد بيهم لأن الفيديو ما بياخدش نقطة كتير وده اللي هنشوفه مع بعض النهاردة الجديد في موقع فيديو دوت كوم الجديد هو الإصدار الجديد وهو فيديو 2.0 وهو بيخلي الفيديوهات أكثر دقة وأيضا التفاصيل بتاعتها عالية وأفضل بكتير من الإصدارات السابقة ده زي ما هو بيقول دلوقتي الفيديو ABI متاح يعني تقدر تستخدمه متكامل مع وجهة التطبيقات من خلال ABI أيضا دي من الحاجات الجيدة والتحديثات الجيدة طيب بعض النهار هتقول لي استخدم فيديو دوت بوينت أو في الخطة المجانية ممكن أستخدمها ممكن تستخدمها ولكن مش هينفع تستخدمه مع تاكستو فيديو تعالوا نجرب مع بعض لو دخلت ترايتناو عشان بس نخش هنلاقي عشيت بس الحاجات دي عشان كنت بجربوه هنلاقي الإصدار الجديد فيديو 2.0 موجود فقط مع الريفرنس توفيديو والإيميج توفيديو لكن تاكستو فيديو مش موجود معي بالنسبة لريفرنس توفيديو حضرتك بترفع كذا صورة وبعد ما بترفع كذا صورة بتقدر تدمج هذه الصور في مشهد واحد شوفنا الكلام ده فين شوفنا الكلام ده مع كلينج اي 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 لو تفتكر وكلينج اي اي كان في حاجة اسمها كلينج اي اي المنز ممكنني ان انا ارفع كذا صورة وادمجهم مع بعض من خلال أمر ما في فيديو واحد طيب الكلام ده نعمله ازاي نعمله ونستخدم فيه 2.0 حاورهولك انا عملته بشكل عملي لكن حواليك احنا بنعمل ايه احنا بنبتدي نرفع الصورة مثلا هنا مثلا انا هارفع صورة زي دي وحبتدي ارفع صورة تانية وليكن الصورة دي الباكجراوند اللي عايزة يكون موجود ممكن ترفع صورة تالتة وهنا هتبتدي تكتب انت عايز ايه بالظبط انا هنا مثلا قلت له الروبوت ده ظاهر من الظلام اوكي وهنا سبت الستينج 4 second كده كده لو انا استخدمت الستينج الموجود في المجاني مش هينفع ان انا انتج فيديوهات غير 4 second عشان بس تبقى عارف الابجريد بيمكنك ان انت تنتج 8 second هسيب الموفمنت على الاوتو زي ما هي وتختار الاسبكت ريشو الابعاد بتاعت الفيديو بتاعتك من 16 الى 9 والاماونت واحد وهنا قلتدي اقول له create بيستهلك 4 credits عشان ينتج لي reference to video لما يكون عندي يعني صور وعايزة اعمل منها الفيديو بتاعي بعد كده لو نزلنا هنا انا هوريك بقى الفيديو وانتاجه وعمل ازاي ده الفيديو بتاعي والفيديو ده كمان عملت له upscale للHD فاستهلكت 4 credits يعني الفيديو الاصلي كان كده انا قلت اعمل الفيديوهات علشان الوقت يعني وهنا زي ما انت شايفين الفيديو جودته مش عالي قوي بتروح تدوسها على الHD ال high definition علشان يبتدي يعملك upscale وبتستهلك 4 credits كمان عشان يديك الفيديو بالجودة دي طبعا الفيديو هنا الجودة بتاعته حلوة a robot appears from the dark الخلفية الصورة اللي انا حطها هنا اعطاني صورة الروبوت بالجنب هنا ده الوجه بتاع الروبوت ممكن يكون مش شبهه قوي قوي يعني بس اللي قادر ان هو يعني ايه يعمله في الفيديو مش بطالي يعني accept بالنسبالي وبعد كده كمان ممكن ان انت تستخدم الامج دو فيديو في الامج دو فيديو ممكن ان انت ترفع امج تبقى دي اللي start الفريم الاولاني بتاع البداية وترفع المشهد بتاع النهاية وبالتالي هو هيبتدي بمشهد وينتهي بمشهد في رفع الامج مثلا انا ممكن اجرب ارفع صورة زي كده وهنا حقوله based on this image describe the content you want حقوله the robot is talking during walking بيتكلم هو ماشي او مش تلاقي حاجة تانية ممكن اعملها مع ده فهنا يعني هقوله the robot is talking during the walking وهنا هسيب الsetting زي ما هي وحعمل create ونشوف النتيجة مع بعض كل ده انا بستخدم 2.0 مع الامج دو فيديو والريفرانس دو فيديو انا بس بركز على ازاي تستخدم فيديو 2.0 عشان ما حدش يروح يولد فيديو بتيكستو فيديو قولي احنا انا ما استخدمتش فيديو 2.0 مش موجود عندي هو مش موجود لانه مش موجود في التكستو فيديو واضح ان هو هياخد وقت كتير فعلى ما يخلص عملية التوليد هورغولك بقى في الاخر خالص كنتيجة لو خد مني وقت كبير هسيبه في اخر الفيديو تكستو فيديو زي ما قلتلك انت عندك 1.0 هو طبعا الافضل انت تستخدم 1.5 فيديو 1.5 هبتدي ان انا استخدم طريقة كتابة الاوامر اللي احنا تعلمناها من قبل ان احنا نعمل basic prompt عادي جدا امر بسيط بحط فيه الفورمات الصح بتاع المشهد واطلب ان هو يعملي enhancement يعني دي الامر ده وبعد كده هبتدي ان انا اخد الامر المحسن واستخدمه طبعا لو انت لسه ما تفرجتش على هذا الفيديو ادعوك لمشاهدة فيديو كتابة اوامر احترافية العامة الفيديو بذكاء الاصطناعي هتلاقي موجود من الفيديوهات الجديدة عندي على القناة تقدر انت تروح له ووعدك ان شاء الله هتستفيد الفيديو تم انتاجه قبل ما نروح لتكستو فيديو كويس جدا هو ادي الفيديو خد مني وقت بصراحة يعني هو خد مني وقت اكتر من كده لان الفيديو في النص وقفته هنا حتدي اروح اقول له HD بقى عشان انا برضو مش عاجبني الكواليتي هستخدم اربعة كريديت علشان يحسن لي الفيديو وهنا على ما يحسنه هروح لتكستو فيديو هنا في التكستو فيديو حواريك الريدي فيديو تم انتاجه بتكستو فيديو عشان الوقت شخص يعني عايزة مشهد يكون مشهد حقيقي لشخص بيجري في الظلام من حد وخايف وعمل لي المود يكون مستريوس عملي الموضوع ده زي ما احنا شايفينه ده فيديو محسن HD High Definition Video جيد جدا ده بالنسبة لي الجزء المتعلق بتكستو فيديو واحنا في انتظار في الامج تو فيديو هو هيحسنني المفروض الفيديو يعني شكله هياخد وقت معايا ولكن ده الفيديو الاصلي زي ما احنا شايفين اهو تقدر زي ما قلت لك تعمله بيتكلم هو مش ميشي قوي يعني هو بيتكلم بس مش ميشي يعني نقول له يعني Talking During Walking مش بيمشي مش شايفة ماشي يعني بس تمام فيش مشكلة هنا هو بيكريات الفيديو انا مصممة وارك الفيديو بعد التحسين خلاص اوشك على الانتهاء اه دي الفيديو المحسن حلو قوي التحسين بتاع الفيديو لهو الابسكيلينج لـ HD دي حلو وايضا استهلاكك للكريات فيه كويس لانه هو يعني التوليد الفيديو من الصورة او حتى ان انت تحط ترفع كذا صورة ايضا فور كرياتس الابسكيل فور كرياتس الفيديو بس العادي اللي من التكست 12 كرياتس ده بالنسبة لاستهلاك الكرياتس داخل موقع فيديو دوت كوم حبيت ان انا النهاردة نلقي نظرة معاكم على الاصدار الجديد 2.0 احب اسمع رأيكم في التعليقات زي بقولكم في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الاعزاء متنساش اللايك وشير وكومنت دومتهم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة